هي بالتأكيد مقلقة للأسواق ولهذا رأيناها كما تفضلتي رأينا كل الأسواق الآسيوية تغلق بين الواحد والثين بالمئة نزولا من توقع حتى أوروبا تفتح نزولا هذا الصباح يعني المخاوف عادت مرة ثانية لأنه هناك تباطؤ في النمو في الصين مع أنه أنا أتوقع أنه البنك الشعب الصيني يعني ينتظر المزيد ربما من البيانات لأخذ قرار ربما لدخول لدعم الأسواق بعض الشيء هل تتوقع فعلا أن يكون هناك تخول؟ أتوقع هذا الشيء نعم لأن لا تنسيهم في اجتماعهم الحالي السياسيين يريدون أن يقروا على النمو يستمر على 7.5% خلال 2014 ولكن بالتأكيد هناك مخاوف ثانية من الكوبرت ديفولت اللي تفضلتي تكلمتي عنه هذه أيضا سابقة أولى ربما تكون بالنسبة للصين ولكن البعض يرى أنه هذا شيء طبيعي الذي يحصل الآن في الصين عندما تقوم بتحويل اقتصادها من أكسبورت لد إلى كونسيومر لد يعتمد الاقتصاد بالتأكيد على الاستهلاك المحلي من الصادرات بالتأكيد ستكون هناك مثل هذه الأمور وطبيعات ربما جبرية لم تكن موجودة قبل وليس لهم فيها خبرة ويجب أن يتعايشوا معها في المرحلة القادمة علي سأعود إلى موضوع الصين لأنه على ما يبدو أنه هو القلق الأكبر للأسواق وهذا الديفولت لهذه الشركة التي يعتبر ربما الأول سابقة من أقل شيء من 11 سنة نحن بنعرف أنه مديونية الشركات في الصين وصلت لأعلى مستوياتها بنهاية العام الماضي نحن نحكي هنا عن 12 تريليون دولار أمريكي يعني تقريبا حوالي 120% من إجبال الناتج المحلي في الصين بالتالي هناك التخوف الآن أنه أنت لما يكون عندك ديفولت لشركة وحدة نحن عندنا سيستم عندك نظام كامل فبالتالي لما يكون في سقوط لجزء من هذا النظام هذا يعني بأنه قد نرى تداعي في النظام ككل بالتالي هل هذا الخبر لهذا الإفلاس وعدم القدرة على المديونية هو ربما فقط رأس الهرم الجليدي أو الجبل الجليدي وما خفي أعظم يعني هذا ما سوف توضحه الأيام هل هي هذه يعني إجزامبل لوحده بالنسبة لهذه الشركة لها ظروف خاصة بها هي التي أدتي لهذا ديفولت ولا كما تفضلت هذا هو المعايير الجديدة مديونية الشركات سترتفع يعني إذا أنت عندك بآخر سنة 120% من إجمال الناتج المحلي هي لن تتناقص هي مكان ما راح تزيد مو بس هاي كما ذكرنا قبل الأخبار أنه ما تقوم به الصين وهو تحويل اقتصادها من أكسبورت ليد إلى كونسيومر ليد هذا معناتها نحن للمستقبل المنظور هناك حيكون يعني دفست أو عجز تجاري بالنسبة لميزانية الحكومة الصينية يعني في 2004 يعني كل كورتر أو كل شهر هذا حيزيد بذلك هذه معناتها أنه حتى قدرة الصين بمساندة الولايات المتحدة بشراء ديونها يعني بشراء السندات الأمريكية حتقل أيضا إذا تحقق هذا الشيء وطبعا الصين هي ركبة مكانة القاطرة الأهم في دفع الاقتصاد العالمي في الفترة الأخيرة لماذا يذهب البعض إلى القول بأنه The Lemon Moment يعني Lemon Brothers نحن نعرف كذا الانهيار طبعا لأثر في الولايات المتحدة الأمريكية أنه هذه اللحظة هي قريبة في الاقتصاد الصيني لماذا نذهب لهذا يعني Extreme Theory أنا توقع هو استعملت أنت الكلمة هذا Extreme يعني توقع أنه ما لدى الصين ربما لم يكن متوفر لدى يعني لا أعتقد أنه الصين كنظام مالي وكنظام سياسي سوف يسمح بهذا الشيء أولا أن الصين تمتلك مخزون هائل من العملات الصعبة والسيولة اللي ممكن تعمل كوشنينج لأي شيء يحصل بهذه الدراما يعني لا أعتقد أنه سيكون أي شيء موازي لموضوع لي من أبرى درس أنا لا أريد أن أكون متشائمة ولكن كل المقالات اللي كانت عم تحكي عن تراجعات الكوبر أو النحاس بأنه ربما يكون الفاير ألارمي يعني ربما قاموا قشوه سموه ناقوس الخطر الذي يقرع في بداية أي أزمة هل توافق على هذا الرأي؟ يعني بالتأكيد ما هذا يعني السنين التي مضت كانت الصين هناك فيها نمو كبير أنفقت على المليارات المليارات وكانت هي الأكبر مستورد للنحاس وكوموداتيز أخرى فمن الطبيعي نرى هذا شيء بتأكيد هناك سلو داون يعني لا أحد ينكر أنه الصين تمر بمرحلة تباطؤ طبعا تباطؤ بمفهومنا احنا تعودنا على 9% و10% فلما نرى 7% أو 7.5% نقول يعني يا إلهي يعني أنت برأيك أنه نحن في عنا يعني الأسواق ربما عم يعملوا أوبررياكشن يعني ردت فعل مبالغ نعم لأنه هذا ما اعتادوا عليه إلى أن يتأقلموا وإلى أن يعني نشوف إذا كانت هذه هي كما تفضلت هل هي هذه وطيرة جديدة يعني ومن ثم نرى توابعها أو بالنسبة لل ونرى ما هي قرارات البنك الشعب الصيني إذا هذا الشيء لأنتقل معك بما أنه نحن نتحدث عن هذا الجو ربما المغبر في الاقتصاد العالمي الذهب الآن يعود من جديد وحلة جديدة وملاذ آمن وجميع الآن يتجه إلى هذا المعدن برأيك ما هي المستويات التي قد نرى عليها الذهب وشو هي ممكن نسبة الارتفاعات التي قد تحدث يعني من الواضح أنه الذهب في الفترة الأخيرة لو تذكرين من شهرين أو ثلاثة ذكرت أنه يعني الذهب غير مرتاح على مستويات الألف ومئتين دولار لم يكن مرتاحا إطلاقا لعندما كسر هو من ثم طلع مرة ثانية من الواضح أنه يبني مركز الآن فوق الألف وثلاثمئة دولار فأي بيانات كما التي صدرت من الصين أي اثرابات جيوسياسية ما زالت مشكلة القنم موجودة في أوروبا ولا أحد يعرف أين ستنتهي وكيف أوروبا سوف تتعامل معها وكيف أوروبا الولايات المتحدة وفتعامل مع روسيا إلى آخرين هذا كل أصاب في مصلحة الذهب في الوقت الحالي ولكن لو لاحظت لم نرى التذبذبات الكبيرة يعني يعني ربما كان ارتفاعات قوية جدا يعني يعني تبقى المستويات المستهدفة في الوقت المنظور على الأقل بين 1320 إلى ربما 1400 1420 دولار يعني نحن عنا شميد دولار تقريبا أو أقل من الدولار من المستويات الحالية لأنه نحن فوق أنا هلأ عندي مشكلة في أوكرانيا عندي مشكلة في ليبيا عندي مشكلة ربما بقراءة الأرقام الصحيحة في الولايات المتحدة الأمريكية أرقام الوظائف كانت جيدة متراجعة لأدنى مستويات في كذا السنة كيف لي أن أتمركز الآن أين أذهب الدولار الأمريكي اليورو الجنيه الاسترليني أم أقربهم على الدرهم الإماراتي أو الريال السعودي درهم الإماراتي وريال السعودي هو دولار فيعني ما رحنا بيد يعني يبقى طبعا كما تفضلت هناك ارتفاعات رأيناها في الدولار يعني خاصة من هذا المطلق اليورو طبعا ارتفع ولكن يعني الكل يرى أن هذه المستويات في النهاية ستكون ضارة للاقتصاد في منطقة اليورو زون من الواضح في المملكة المتحدة أنه الاسترليني يعني الذي ارتفع 13% العام الماضي ما زال يحقق مكاسب هناك توقعات يعني أول شيء تسانده البيانات الاقتصادية هناك تحسن في المانيفاكتشنينج سكتر في القطاع الصناعي تحسن في قطاع المساكن في المملكة المتحدة فالآن الكل يتوقع بأنه كارني سوف يضطر إلى رفع الفائدة بأقرب من ما هو يتوقع يعني أنا منظر إلى أساسيات الاقتصاد قبل أن أتوجه إلى العملة برأيك بالتأكيد أساسيات الاقتصاد هي في النهاية التي أي ارتفاعات نحن دائما نقول أي ارتفاعات موسمية وأنها معاطفية يعني بيست اون بريكينج نيوز أو عوامل جيو سياسية في النهاية يجب أن ترجع إلى الفندمنتلز يجب أن ترجع إلى الأساسيات فأساسيات الاستليني جيدة يعني هناك احتمال أنه يعني ينهي العام فوق الدولار وستين سنت أنا في رأيك إذا أنت برأيك إذا أشتري جنيه استليني بيع شو دولار سأنت مع بيع الدولار في المرحلة الحالية نعم أمام جنيه الاستليني أمام هذا الجوز ولكن ربما أشتري إذا ورأينا نزول للدولار أشتري دولار مستري دولار مقابل وأبيع اليان نعم مقابل اليان لأنه من الواضح أنه سياسة البنك المركزي الياباني هي دائما سيريا أكثر فبالتالي أنت برأيك أنه تشور ديان لأنه أنت بتوقع تقنية لونغ دولار لونغ دولار لونغ كيبل خاصة لو لأينا أني دبع على الاستليني خاصة لو حتى برحلنا على أنه ربما يكون الفائدة على الاستليني أقوى أو أعلى من نظيرتها على الدولار وحتى على اليورو شو رأيك بالدولار الأسترالي نحن شفنا أرقام اقتصادية أخيرة من الدولار الأسترالي اللي كانت جيدة ودعمت ولكن التوجه بشكل عام أنه يكون في إضعاف للدولار الأسترالي من قبل الحكومة والبنك المركزي نعم وأيضا العوامل الاقتصادية المحيطة خاصة كوموداتي كارنسي بيهبوط أسعار السلع والكوموداتيز وما هذا يؤثر سلبا على هذا ولكن لا بس من جعله لو هي سلة استثمارات عملات شوية سلين وشوية حتى دولار كندي أتوقع أنه ربما يستمر في صعوده أمام الدولار الدولار الكندي شو توقعات له أذا ممكن نكون مع أرقام الدولار الكندي يعني توقع أنه يرتفع بعض الشيء في الفترة القادمة هو تقريبا وعند الواحد 11 تقريبا أمام الدولار أمام الدولار الكندي نعم فتوقع أنه يرتفع شوية لديه بعض المزيد من الحركة ومساحة لأنه يرتفع أكثر برأيها يرتفع أمام الأمريكي طب اللي عنده فرانك سويسري شو بيعمل الفرانك سويسري في الوقت الحالي أيضا يعني يستفيد هذه العوامل الجيو سياسية خاصة في أوروبا يستفيد منها الفرانك السويسري كملاذ آمن تبقى حلاوة أو النظرة الاستثمارية للفرانك السويسري هي كملاذ آمن أكثر منها لأي شيء ثاني نعم ترجمة نانسي قنقر